مخاوف التقسيم وليس مجرد فقط نظام إداري والله يا أخي نحن لفنا ضد الفيدرالية كتكرة وكإدارة ولنير للحقوق كما يدعي البعض ولكن أن تكون الفيدرالية شماعة والحقوق شماعة لتقسيم ليبيا وتجزيتها فهذا ما لا نوافق عليه ولن يوافق عليه الليبيين البسطاء نحن كمسلمون عوام نتبع ما قال الله وقال الرسول ليست لنا علاقة باستراعات والإيجوليجيات والأفكار سواء في الغرب أو في الشرق نريد ليبيا واحدة موحدة نريد أن تنهل كل المناطق حقوقها كاملة نريد أن نفتعد عن المركزية ولكن أن يتشدق البعض ويتحدث باسم مثلا برقة ومجموعة تتحدث باسم قليمة رابلس من ولاهم ومن أعطاهم الصراحيات بأن يتحدثوا باسمنا نحن كشعب بسيط لا نريد إلا ليبيا واحدة موحدة فما نرجوه من الساسة في الغرب أو في الشرق أو من يتصدرون المشهد الآن أو المعنيين في الأجسام المختلفة في الشرق والغرب أن يتقوا الله في ليبيا وأن لا يلوحوا بهذه الأفكار المسلومة يهددوا بالتخطيم ويهددوا بالانفصال ويهددوا بالحركات نحن كليبيين أو كشعوب كبشر بسطاء نعيش في مناطقنا لا نريد هذا الكلام ولم نخول أحد أن يتحدث باسمنا فمن يتحدث باسم برقة أو بالفيدرالية بعدها يطلع ويصطي ويقول ما معاي فلان وفلان يحددهم بالاسم أما أن يتصدق هكذا ويقول نحن نقلين برقة نحن من ثكان برقة ومن أهل برقة وأصولنا من برقة ولن نسمح لأحد بأن يتسلط أو يعقل حقوق برقة ولكن برضو برقة ليست غول نخوف بها الآخرون أو نهدد بها أمن ليبيا ووحدة ليبيا اشتركوا في القناة